طيب الـ high risk انت بتقولهولي ده ما هو high risk ممكن يجيب high benefit يعني ممكن الحمد ده يعمل حاجة خارقة ممكن يعمل حاجة خارقة طيب يعني الحاجة الخارقة دي ممكن تحصل إن شاء الله إن شاء الله تحصل احنا بندعمه كلنا وانا أول اتدعمين ليه وإن شاء الله تكون البداية مباراة الاتحاد وفي ما بعدها إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني شار صعب طبعا ما قدامناش حل وفيش حد بيحب النادي إسماعيلي أو بيحب إسماعيلية مش هيدعى محمد والمجلس إلا عنده أهواء شخصية أو بيسعى لمصالح شخصية أنا بس بتمنى أن مجلس الدراء مصالح شخصية لإسماعيلي لو حصل له أي دروب تاني إسماعيلي عيبها في حتة تانية إن شاء الله مش هيحصل إن شاء الله مش هيحصل يعني أنا بس عاوزي الناس كلها تحس أن ما فيش وقت فيش وقت لتصفية حسابات كله يدخل في الصف يعني مش وقت بقى تصريحات ويطلع يعني مثلا التصريح مهتز جدا المدير الفني مش عايز أتكلم والله يعني مثلا طالح حمد يتكلم أنا وكابتن إهاب أنا وكابتن إهاب حمد خلاص إنت مدير فني كلم عن نفسك إحنا خلاص إحنا مقتنقين إن إنت المدير الفني النادي الإسماعيلي وبندعمك يعني مثلا لما بيسأله في منطقة إنك ما جبتش مدير كورة ما حقك قوله حقي ما يجبش المدير كورة أنا وكابتن إهاب اشتغلنا الحتة دي مع نفسك ما تطلع تقول يا حمد أنا عاوز أشتغل من غير مدير كورة طب بما إنك يعني عندك الكواليس دائما في النادي إسماعيلي هل كابتن حمد يعني كان مؤترض أيضا على يعني كان اللي إحنا سمعناه إنه كان مؤترض على كابتن حسني عبد الرب كموجود بعاه في إدارة الكورة وعلى أيضا على كابتن محسن عبد المسيح يعني ما تشيل للباية كنت بشيل الله يخلي يعني أنا بقول إسلام صدي هو اللي ابن حلال علمك إسلام إسلام صدي ابن حلال الجنة قفلت يعني أنا كنت متعشم فيك خير لا لا خير خير والله بص حضرتك أنا هل لا صحيح يعني لكابتن حمد حسني عبد الرب هو قرار عدم الاستعانة في حسني في المنصب ده بالنسب لي أنا كواحد بيحب حسني عبد الرب هو قرار صائب جدا حسني عبد الرب وكادر محترب يشتغل على نفسه ويبدأ يطور من نفسه ويتعلم ويبدأ الطريق الصحيح ما ينفعش يجي يركب على طول في منصب هنا كمان أحق منه بيه تمام كده يعني إحنا لما بدأنا خدناها بالتسلسل يا فاروق فقناعت أنا الشخصية لا حسني ما يبقاش موجود حسني يبقى موجود إمتى مع مدير فني بحجم مثلا طلعت يوسف حمزة الجمل العجوز مش قصدي حاجة يعني ليه هيتعلم منه إيه هاب جلال لو موجود انت فاهم قصدي إيه بقى أنت بتجيب حسني ياخد من خبرات حمزة أو وهبة أو حد اشتغل المنطقة دي فاهمة أو إيهاب جلال أو طلعت يوسف حد اشتغل الحتة دي لكن في التوقيت ده مع كابتن حمزة حمد وحسني مشكلة ده رأيي أنا الشخص تركيبة قصدك مش هتمشي مع بعض لكن سؤالك حمد قارة فض من غير الجمليات ولا شكلي طب وبالنسبة لكابتن محسن عبد المسيح هو بيقوله أن الكابتن محسن مش مدير كورة بيقوله أنه مستشار أو مشرف عام على المجلس زي المنصب اللي كان فيه كابتن علي بس هيتدخل برضو مع كابتن حمد وفقا لكسريحات حمد أنه مش هيقبل أن حد يتدخل وبعدين كابتن محسن مش فني لكن حسني فني وبعدين حسني غيور وحسني متحمس هيدخل هيدخل وحسني بيحب النادي لسعيه هيدخل 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 يعني حسني مش هيسكت حسني قعد على الدكة مشجع درجة ثالثة ففي الآخر هيبقى عاوز يدخل وهيقوم للكابتن يقول له لا أطلع فاروق ونزل شيحة وهيكلم ممنفعش كمسؤول في حطة معينة يتكلم مع المدير أنا شايف أن حسني كدر متميز للنادي الإسماعيلي ينقصه الخبرات والتعليم يجيب الحكتين دولت وياخد أي منصب هو عازيه في النادي الإسماعيلي ده حقه ده نجم النادي الإسماعيلي ونجم تاريخي صحيح لكن ما تجيش من البيت تاخد حق ناس يعني أي من الجمل يستحق هذا المنصب أحمد إناوي يستحق هذا المنصب أنا ما تكلمك على الناس جوه المطبخ ويستحقوا أنه يكون مدير كور أحمد إناوي شخصية وديسنت ومحترم أي من الجمل متعلم ورجل دكتور وكذا حمزة جمل يشتغل مدير كورة وينجح جدا وعنده يعني النادي الإسماعيلي مليان كوادر زي برضو الجهاز الفني اللي موجود مع حمد أنا شايفه بهمس في أذن حمد ومجلس الإدارة أرجوكم تقلوا الجهاز شوية لا أقلل من الموجودين بس تقلوا الجهاز شوية يعني أحمد سمير ما اشتغلش في أكاديمية قبل كده أحمد سمير ما اشتغلش في أكاديمية مدير فني الأول أحمد سمير فرج اسمك الدكتور أعطيها ده على جنب أحمد سمير فرج بس أحمد سمير فرج ما اشتغلش في أكاديمية مدير بالنادي الإسماعيلي وحمد في أول تجربة ليه كمدير فني مش عيب يا جماعة مش عيب أحمد حسان ميده في أول تجربة ليه خد محمد صلاح وعبد الرحيم محمد هو قد معلم خرار صائب أخد اتنين تقال اشتغلوا بقالهم فترة طبعا يعني أحمد حسان ميده في أول تجربة ليه أخد اتنين معلمين فأنت مش عيب ما تستعين بحد أولادي النادي بحدش هيقول لا لكن جهاز لايت جهاز بحتاج تدعيم عشان تنجح أنا بغششك هو يعني يا رب بياخدوا كلامي إيجابي بيعملوش عكسه وأنا لا أقلل من دكتور عطيه ده على جنب درجة يعني أنا أحب وأقدره وإضافة للنادي الإسماعيلي فأي موضع في الجهاز لكن أنا أتكلم مين المدرب اللي معاك أو لتنين المدربين اللي معاك يعني حتى جهاز إيهاب اللي كان في النادي الإسماعيلي كان معاه حمد وكان معاه أحمد حسان وكان معاه مين من النادي برضو تاني والله نسيت تقيم الحمص مش فاكر مين يعني كان معاتنا تلاتة برضو غير حمد إيهاب نفسه فالجهاز محتاج لدعا